خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن سامي أمصان عن هذه الفرحة السوبر رقم 12 كابتن سامي مليون مبروكة كابتن سامي بطولة غالية فوز غالي في توقيت أكثر من رائع عايز أتكلم على البطولة لكن عايز أتكلم على رقم مميز النهاردة خمس مباراة على التوالي أمام بطولات مختلفة دوري وأفريقيا وكاس سوبر الأهلي لم يستقبل أي أهداف خلينا أول قبل كل ده يعني أقول مبروك الجمهور النادي الأهلي العظيم مبروك الجمهور النادي الأهلي لأن الوحيد أعتقد أنه هو يستحق البطولة دي دايما في ظهرنا في الأوقات الصعبة أعتقد النهاردة كان رد بسيط لدينا الجمهور النادي الأهلي البطولة مهمة جدا من إزماننا خصوصا لما تكون على نازة مالك فأعتقد الحمد لله كان مفعول السحر لنا وأتمنى يا رب إن شاء الله تكون بداية الجمهور يرجع تاني لأن النادي الأهلي من غير جمهوره بيفئت جزء كبير جدا من قوته يعني فبشكرهم وبتمنى لنا إن شاء الله الفترة الجاية لإحنا لهم بطولات أكتر وده وعد لنا إن إحنا هنقاتل على كل البطولات عشان نقدر نساعدهم النهاردة كل اللعبين كانوا مستنين هذه المباراة كل اللعبين كلامهم كنا مستنين هذه المباراة مستنين هذه البطولة أعتقد توقيت البطولة مهم جدا طبعا مهم جدا يعني توقيتها مهم جدا لنا وللراجل برضو مهم جدا اللي هو يبدأ موسم ببطولة ويقدر فيها ياخد ثقة أكتر مع الخبرات اللي عنده فجمهورنا كان محتاجها برضو عشان يقدر يفرح أكتر ويعوض الإخفاءات اللي حصل فأعتقد الحمد لله التوقيت مناسب وده دايما النادي الأهلي يعني ده عادنا دايما في النادي الأهلي نرجع بقى للسؤال الأولاني خمس مباراة على التوالي في تلب بطولات مختلفة النادي الأهلي بيحتفظ بقوته الدفعية بنظافة شباكه أعتقد رقم مهم وندل بيدل على المجهود الفني والشغل المبذول من الجهاز الفني طبعا زي ما أنت قلت خط تدفع كله الشناوي عاملين مباراة كبيرة المباراة اللي فاتت كلها سواء في أفريقيا المباراة في أفريقيا ومباراة الدولي ودي من الحاجات برضو اللي احنا تعلمنا منها ودي من الحاجات اللي احنا برضو تعلمناها والراجل بيركز عليها جدا يعني فأعتقد الحمد لله كان لها مرضوط كويس لكن إن شاء الله نتمنى تكون فيها استمرارية أكتر إن شاء الله تلم الجمهور النادي الأهلي اللي رسم النهاردة قوة الدفع ورسم وعمل ملحمة في ملعبها الزعبين زيت بص والله أنا أكتر حاجة فرحان لها الجمهور النادي أهلي فرح دي حاجة مهمة جدا اللي انت تحمل مسؤولية اللي انت تفرح جمهور النادي الأهلي وجمهور مصر كله فأعتقد الحمد لله دي حاجة كبيرة جدا فرحان جدا لفرحهم أتمنى يا رب يا رب إن شاء الله كل البطوات اللي جاية عشان جمهور النادي الأهلي ده يستحق أكتر وأكتر إن شاء الله مرسل كولار قال لك بعد المباراة طبعا مبسوط جدا يعني كلنا مبسوطين وراجل كان متفايل جدا قبل الماتش وكان عنده سقة كبيرة جدا في اللعيبة فأعتقد الحمد لله اللعيبة كانت في الموعد وإن شاء الله منزيدنا البطوات بإذن الله شكرا كاتن سامي ومليوم برو